ترجمة نانسي قنقر على أقل تقدير حتى نهاية الموسم الجاري عشان المشاركات المحلية والقرية نروح كمان للوطن سبورت وبيكلموا على أن فيه جلسة تحسن مصير رحيل موسماني عن الأهلي هي الفكرة في حد ذاتها الزملاء في الوطن سبورت بيتكلموا على أن فيه جلسة ستجمع بيتسو موسماني عقب العودة من الأجازة والراحة السلبية مع إدارة النادي لبحث مسألة تجديد التعاقد خلال الفترة اللي جاية فهم شايفين أنها جلسة تحسن مسألة رحيله هي ممكن يكون جلسة لتحسن مسألة بقاءه خلال السنوات القادمة لكن هي دائما العنوية بتبقى رنانة عشان القراءة والمشاهدات دائما ده من خلال مشاهدات السوشيال ميديا سواء البيتجات أو حتى اليوتيوب حساب يلا قورة بتكلموا لأن مصدر بالقالي ليلا قورة حسام حسن سيحصل على فرصته دون شك ولن يتم التفريط فيه سواء على سبيل الأعارة أو غيره نفس الأمر العمار حمدي الذي هناك تمسك كبير ببقاءه خلال الفترة القادمة وقدامنا صورة له حسام حسن وأيضا كمان عمار حمدي كأس الربطة فرصة جيدة لكل هؤلاء اللاعبين عشان يشاركوا في الفترة الجاية مش مسألة إثبات الزات وإثبات فكرة أنا أستحق أن أشارك بشكل أساسي مع الأهلي لا اللاعبة دي اللاعبة تقدر تلعب في مباراة الدورة وبطالة إفريقيا بشكل أساسي لكن فرصة أن فيه كأس الربطة عشان الكل اللي ما خدش مساحة فرصة المشاركة في المباراة الرسمية السابقة يبدأ يشارك الفترة الجاية لأن بعدها على طول هيكون الكل تحت رؤية الجهاز الفني في كأس العالم الأندية ثم منافسات دورة أبطال إفريقيا عاقب ختام كأس العالم للأندية آخر حاجة معايا سبورت 68 مصرية بيقولوا بناء على اختياراتكم أحرز 33 هدف وعمل 8 أسست في المباراة محمد شليف من أبرز اللاعبين الموجودين في الدورة المصري ونتمنى له التوفيق مع كل زملاء وفي كأس العالم الأفريقية مع منتخبنا الوطني أخرج إلى فصل وبعد الفصل نرجى مع بعض ونشوف معنا إيه في ترند المحل وبقى فقرات برنامج الترند